مرولا 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 مرول الثالث جميل اوه. يعني تصرف ثالث يا مكاريوس. زي ايه كده ديني مثال. اي. لأ انت بتدين مثال. انا عايز مثال فعلي زي مثلا جو. هتلم لنا تصرف الثالث كده. ها. جن. اسمعيه? جن. جو ونت جن. جن التصرف الايه? التاني. لكن جن التصرف الايه? التالت. برافو علي. طيب اديني مثال كده يا ميرونا. طبعا تاخد هف ايه هف. ايه هف. انا خلصت الواجب بتاعي. طيب ممكن اقول الناس مخلاصه وجب هالد. بحالا اوكي? يبقى فيه كلمة بدولي على الزمن اناه وقع منذ الفترة قصيرة جدا مع كلمة جاست مع كلمة ايه? جاست. طيب لو عازم في الجملة الني هي لازمالك قالتها الكاريوس يعني انت عملت اي مكاريوس مكاريوس الجملة اللي قلتها هو حط نوت صح انت حطت نوت بعد هاف زمن المدرع التام بيعبر عن حدث ايه وقع مزو فترة ايه خصيرة مع كلمة ايه مع كلمة ايه يعني مثال حد ديني مثال كده المدرس مثلا لسه واصل حالا نقولها ازاي هاي تيتشور ياخد هاف ولا هاز هاز عشان ما هو مفرد هاز جاست اريف جاست ايه يعني المدرس حالا المدرس لسه واصل ايه حالا يعني حادث وقع مزو فترة خصيرة جدا جاست قال ما كانها فين بين هاف وهاز والتصريف التالت ليه الفعل اوكي ازا ما انت بيعبر عن حدث لم ينتهي بعد يعني حاجة بدأت منذ فترة في الماضي وما زالت مستمرة حتى رحظة الكلام زي الحصة دلوقتي وربما تاخد وقت في المستقبل الستخدمة فبيجي مع كلمة مازا اقول رحظة الاسلام انتهي يبايت بتيجي فين؟ في نهاية الجملة الايه؟ المنفية نهاية الجملة الايه؟ المنافية ونهاية السؤال ونهاية الايه؟ السؤال في كلمات كمان اللي مثلا بدول على الزمن دوت اه في ايه هي؟ لكلمة ever و never ever بتيجي في السؤال و never بتيجي في الإجابة بتيجي فين؟ في الإجابة اشان لما يجي حالة دلوقتي الاكسرسيز التمرير اللي عندي دلوقتي هلاقي ان ever بتيجي في السؤال و never بتيجي فين؟ في الإجابة فضلي جزئية بس بيعبر عنها الزمن ايه هي؟ اللي هي يعبر عن حدث وقع في الماضي بدأ في الماضي وما زاله؟ مستقبل حتى لحظة لإيه؟ الكلام وربما ياخد وقت في المستقبل يعني مثلا انت بتقوله بدأت اتعلم انجلش او اتعلمت انجلش انا اتعلمت انجلش منذ 2015 يبقى فيه كلمة سينس يعني منذ او المدة من 15 لحد 21 يبقى بقى لي كم سنة بقى لي 6 سنين بتعلم انجلش نقول لمدة 6 سنوات لمدة 6 ايه سنوات يبقى انا قدام اختيار ايه هستخدم سنس يبقى احط بداية الحدس هستخدم 4 هحسب المدة من السنة الموجودة يبقى عندي من ضمن الكلمات هي كلمة ايه كلمة ايه سنس وفور سنس و ايه سنس بيجي معها ايه منذ بداية الحدس وفور بيجي معها المدة كاملة مدة ايه كاملة لما اجا اقول يعني بدأت اتعلم انجلش منذ 2015 وعايز احسب المدة نقول 4 6 years 4a 6 years so let's have a drill on your books open your book okay so let's start with examples طبعا حنشغل مكتاب excellence choose the correct answer يلا نبدأ بكاريوس رونا ريناد ريناد and and all right رحاب رحاب نقط visited كايرو كايرو وعايز نختار هاف ولا هاز ولا هاف اقول لي ليه يا مرور اللي خدت سلبت ها عشان عشان التصريف تالت برافو عليك عشان انا اختار هنا التصريف الايه التالت بعد هاز وهاف كايرو كايرو ها ساجدة هاز نيفر نيفر والا كلايمينغ ولا كلايمد كلايمد ليه كلايمد عشان اخطر a عشان ايه هو التصريف التالت عشان جي عندي ايه عندي في الجملة هاز هاختار التصريف التالت برافو عليك ميرولا ام رحاب رحاب هاز هاز سين ولا صوب هتبقى سين سين ليه عشان ايه تصريف التالت برافو عليك هاختار التصريف التالت للفعل طب البيت المسائل هتبقى هومورك ناخد سؤال كده بسرعة بيقول لي وعايزني اختار ننسى دم كلمة كده نور بيها هتقول ايه we have never اكسلان طيبا never بتيجي بين هزو هف وتصريف الاي التالت برافو we have never never client a mountain برافو علي طيب السؤال التاني بقى بيقول لي امرولا have you visited اا اا امريكا بفور وعايز ever هنقول لي امرولا have okay have have you you ever ever اكسلانط افرا هتيجي قبل التصريف التالي ever visited visited america visited وانكمل كلمة لا هنحسف بقى كلمة before كلمة ايه before هنشيلها خلص برافو عليك السؤال لبعده yes or no برافو يلا بكارس yes ونحزف yes ونعمل مقص بين الفاعل المساعد اللي هو have والفاعل طب لو كان نفي بنحزف no ونحزف not ونعمل مقص اوكي 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 يلا بمرولا اه هتقول لي هنت عادة بمرولا اوكي هم هم قولي النشطق خلص no no نشطق ايه والنفي كمان والنفي نقط اللي بعد هاز وتعمل لي عملية مقصة يعني تبدلي نحط هاز هم تقول ليه بقى هم هاز هي برافو عليك هم هاز هاز هي نكمل الجمل لحد الاخر ايتن ايتن ديتس ديت هاز هي ايتن ديت اوكي اوكي طب شو النهاردة ملخص كده نقول لزمائنا كده هلنهاردة تكلمنا عن زمن التكوين بتاعه هاف او هاز براس التصريف التالت للفعل صح لو حبيتنا فيه بنحط نقط بعد هاف و ايه وهاز حبيتنا سأل ابدأ بهاف و ايه وهاز وبعد كده فاعل وبعد كده تصريف التالت للفعل لو الكلمات تدل عليه ها جدا مثل هذا كله لسيطن شكرا و سلام جميعا جميعا شكرا 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 شكرا